أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا يضرنا فنرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهبته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيقود قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جدن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفنين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرطتم ولا تخافون أنكم أشرطتم بالله أنكم أشرطتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأجل الفريقين أحب بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ترجمة نانسي قنقر